اهلا بكم قبل ايام كان المسؤولون الامريكيون يؤكدون ان ميليشيا الحوثي لديها القدرة على شن هجمات في البحر الابيض المتوسط لتعلن الميليشيا اليوم انها نفذت عمليات ضد سفن في المتوسط كانت متاجهة للاراضي المحتلة وهو ما يضع الكثير من الاسئلة حول دلالات هذه العملية ونتائجها ونعكاساتها على الداخل اليمني وفي وقت سابق كانت الحكومة الاسترالية قد اعلنت تصليف الحوثيين جماعة ارهابية لدورهم في تعطيل الملاحة الدولية وهو تطور قد يجر دولا اخرى لتصليف الجماعة على لائحة الارهاب بالتزامن مع هذا تواصل واشنطن محادثاتها مع الرياض من اجل توقيع اتفاق امني شامل يمنح الرياضة قدرات اكبر في مواجهة التهديدات المحيطة بها خصوصا تلك القادمة من جهتها الجنوبية والمقصود الحوثيون في وقت سابق كانت المحادثات بين السعودية والحوثيين قد وصلت لمرحلة متقدمة ولكن الهجمات الحوثية في البحر الاحمر اعاقت تقدمها وربما تفتح الباب امام خيارات اخرى حتى اللحظة لا تزال واشنطن ولندن تدعمان الحل السياسي في اليمن ولكن ذلك الحل يجب ان يتضمن نتائج على التطورات الراهنة ففي حين يسعى الحوثيون لتضمين التصوية مكاسب عملياتهم في البحر الاحمر تسعى القوى الدولية ببمانات امنية الممرات الدولية مقابل التنازلات التي يمكن ان يحصل عليها الحوثيون جدد وترحب بكم مشاهدين كما ارحب بضيفي من بيروت الصحفي طالب الحسني مرحبا بك معنا سيد طالب اهلا وسلم وايضا سيكون معنا المحلل الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب العوج دكتور عبد الوهاب اهلا بك اهلا وسلم استاذ النظام طحية لك والمشاهدين والضيف العزيز اهلا ومرحبا بك دكتور ابدأ معك سيد طالب بالسؤال المشترك جماعة الحوثي تقول انها نفذت هجمات في البحر الابيض ما الذي يعني ذلك نعم مرة اخرى تحية لك ولي السادة المشاهدين ولي الدكتور العزيز عبد الوهاب في الحقيقة ليست المرة الاولى التي يتم الاعلان فيها عن تنفيذ عمليات في البحر الابيض المتوسط اولا معلنات هذه المرحلة التي سميت بالمرحلة الرابعة قبل نصف شهر ثم اولنا عن تنفيذ عمليات تتعلق بالبحر الابيض المتوسط لمرة الجمعة الماضية والعمليات المرتبطة بمرحلة الرابعة لا تتضمن فقط عمليات في البحر الابيض المتوسط انما تتضمن ايضا رصد سفن عبرت من البحر الابيض المتوسط ووصلت الى موانع الادوين السعيدين واستهدافها اينما طالت يد القوات المسلحة اليمنية وقوات الصاروخ في الحقيقة هذا تسليد كبير ضمن مرحلة تدرجية يكشف عن قدرات عسكرية تستطيع ان تصل الى البحر الابيض المتوسط قدرات صاروخية بطبيعة الحال سيكون هناك ارباك للشركات التي تتعامل مع كيان العدو الاسرائيلي وتأخذ هذا المسار مثل ما حصلت في البحر الاحمر وخليج عدم محيط الهندي لكن بدرجات متفاوضة البحر الاحمر بدرجة كبيرة وخليج عدم كذلك المحيط الهندي العملية حتى الآن ليست كبيرة ولكن هناك حظر ولذلك هناك محاولة لإبعاد ممر السفن 150 ميلا عن الممر الحالي عن الممر التي تتعاملها السفن في منطقة المحيط الهندي في البحر الابيض المتوسط أعتقد هذا تسليد كبير قد يكون له الارتدادات الفعلية كبيرة لكن عندما يتحقق تأثيره حتى الآن يمكن القول أن تأثير لا يزال في بدايته قد يتطور وبالتالي تتطور ردود الفعل وتتطور التأثير هذه العمليات في البحر الابيض المتوسط مرتبطة أيضا بغداء مرتبطة بفلسطين مرتبطة بالتسجيد الإسرائيلي في رفع وأعتقد أنها ربطت رسميا بهذا التسجيد وربطت رسميا باستمرار الحرب واستمرار الحسن دكتور عبدالوهاب أنت برأيك ما الذي يعنيه إعلان الحوثيين عن هجمات في الابيض المتوسط والآن طبعا هذا الذي أعلن عنه هو عمليا تقنيا كقدرات عسكرية للحوثيين لا أعتقد أنه ممكن فقط توقيهات إيران والحرسة الثوري الإيراني يريدون أن يرفعون سقف مطالب الحوثيين لكي يكون لهم ضغط على المفاوضات السرية التي تتم مع المملكة العربية السعودية بوساطة عمانية ويريدون أن يوازنوا بين ما يتم الآن من اتفاقات بين الأمريكان والسعوديين حول مشروع نووي سلمي حول الدفاع أمني حول السلحة ستصل السعودية تضاهي الأسلحة التي تصل إلى إسرائيل بمعنى آخر أن إيران هي من تحرك الحوثيين لكي يضغطوا باتجاهة التصعيد وإثارة القلاق في المنطقة واللافت الرئيسي أنهم دعما لغزة وفلسطين لكن الحقيقة هو دعما لإيران ومشروعها لإنتاج القنبلة النووية وأيضا القدرات لدى الحوثيين ليست بالمستوى الذي يمكنها لم تستطع أن تحدث فرقا في البحر الأحمر فما بالك في البحر أيضا متوسط يعني حينما تستهدف سفن تجارية أنا دائما أكرر لماذا لا تستهدف القاعدة العسكرية الموجودة في أرتيريا لماذا لا تستهدف قطع بحرية كثيرة جدا للبحرية البريطانية والأمريكية لأن القدرات الحوثية ما زالت قدرات ضعيفة وذهاب تلك السفينة باشاد من بطقة البحر الأحمر التي كانت تبدى الحوثيين بكامل المعلومات وهي من تدير العملية يعني لا أعتقد أن القوات البحرية التابعة للجمهورية اليمنية قبل الانقلاب الحوثي كانت بالمستوى الذي وحلها لأي استهداف للآخرين فما بالك بعد هذا الانهيار وبعد وصول المليشيات وانقلابها المشؤوم التي لا تعلم في قضية البحر وحروب البحر وإنما كانت مجموعات وعصابات تقاتل الجمهورية وتقاتل الدولة أيام النظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مديريات من مديريات صعدة لهذا هذا الخطاب المتصاعد من المليشيات الحوثية هو أضر بالسمعة اليمن والآن يدركوا دولة دولة تدركهم ضمن منظمات إرهابية ويؤثرون على التأمين البحري وعلى النقل البحري وتزداد معاناة اليمنين اقتصاديا ومعيشيا بدل هذه العنتريات إصرفوا مرتبات الموظفين بدل هذه العنتريات فكوا الحصار عن المحافظات اليمنية بدل هذه العنتريات تصالحوا مع اليمنين للوصول لحكم جمهوري حقيقي وليس يعادل الإمامة بثوب ولا يتفقيه مشكاليتنا أن أخواننا في المليشيات الحوثية يعني لا يسمعون ما يتقون به لا من دعاياتهم ولا من تصريحاتهم العنترية ولا يوجد لديهم خطاب مواطنة متساوية نعم وضحت سأعود إليك في هذه المسألة دكتور عبد الوهاب ومن المسهو في حديثك التشكيك بالقدرات العسكرية للحوثيين لكن الآن سيد طالب هذه الهجمات سيكون لها أثر أبعد مما مضى لماذا؟ يعني البعض يقول بأن هذه المغامرة ستدفع الوضع في اليمن لأن ينفجر بشكل أقوى لماذا يستمر الحوثيون إذن بهكذا مغامرة؟ نعم قبل ذلك دعيني أعرج على ما قاله الدكتور العزيز عبد الوهاب العالم يعني هو يقول أن هذه لمصلحة إيران وليست لمصلحة غزة والفلسطينيون يردون ويقولون هذه لمصلحة غزة وكذلك كأنه إسرائيل يقول هذه لمصلحة غزة ولا أعتقد أن هناك ربط بين إيران وبين أن يتوقف ميناء إيلاك تماما وأن يتضرر الإيرادات والصادرات الإسرائيلية أكثر من 40% تماما وأن يكون هناك إيقاف لشركات الشحن الكبرى التي تتعامل مع مواد أكيان عدو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوصف ثم يعود بعد ذلك ويقول أنه ليس هناك قدرات فكيف يمكن أن يتحول هذا إلى تهديد تستخدمه إيران وهو ليس قوة سيد طالب كل هذه النقاط سيتم الحديث عنها في محاور هذه الحلقة لكن داري لا تفضل أعتقد أنه سأنتقل إلى فكرة أنه هذا يؤثر وهو تهديد لليمن في الحقيقة أبدا هذا ليس تهديدا لليمن لأن عملية البحر الأحمر كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد لأنهم يمكن أن تقوم بتجميل تحالف وبالتالي سيكون هناك رضا ثم انتقلت إلى فكرة أن يكون هناك استهداف لليمن وبالتالي سيكون هناك رضا ولكن هذا لم يحصل تماما ما لا يشكل تهديدا لليمن أن العملية البحرية اليمنية دفقة بحيث أنها مش الخطأ فيها لم يحصل أن تم استهداف سفيلة بالخطأ ولذلك استغرار السلاسة البحرية والملاحة البحرية غير المستهدفة غير المعنية المستهدفة البحر الأحمر استمرت حتى الآن ولم تتضرد الملاحة البحرية غير المعنى وهذا يدل على أن العمليات العسكرية التي تستخدم دفقة جدا يعني الصين لم توقف استخدام هذا الممر كدولة روسيا لم توقف استخدام هذا الممر الدول التي تستخدم هذا الممر وليست معنية باستخدام لم توقف هذا الاستخدام الممر عمليات البحر الأبيض المتوسط نعم سيكون لها ارتدادات فعنية كبيرة ولكن الدول التي أيضا ستكون في قامة الذين يشكلون ردتها البحر الكبير هي موجودة في البحر الأحمر كذلك هي موجودة أيضا في خارجها هي نفسها الدول التي استهدفت اليمن طوال الفترة الماضية يعني طوال فترة عمليات البحر الأحمر بل هي نفسها التي تستهدف اليمن خلال عشر سنة ليست كما يصفها الدكتور العوج أعتقد أن ولا حتى تقارن قوات المسلحة اليوم بقوات المسلحة الماضح كان هناك تحكم كان هناك منع الاستخدام أسلحة كان هناك منع أي منع لتطور قوات المسلحة اليوم هناك انفكاك عن هذه السيطرة ولعل علي عبدالله صالح في لالة مقابلته في عام 2016 قال في الواقع أن دول الوصليش كانت تمنع أن يكون هناك تطورا في قدرات القوات المسلحة وهذا أيضا مطروح أيضا ضمن ما يسمى حماية الأمن القوي للسعودية حليفة الولايات المتحدة الأمريكية هل سيؤثر الانتفاق السعودي الأمني الآن الأمريكي الأمني وبالتالي يعزز قدرات السعودية أعتقد أنه يمكن أن يكون ذلك ولكن هذا يحتاج إلى فترة زمنية رويلة يحتاج إلى ما يقارب ما يفهم من حديثك سيد طالب بأن هذا التصعيد في المتوسط لم يكن له تبعات أكبر من ما قد حدث في البحر الأحمر وخليج عدن وقد أيضا تحدثت عن ما تحقق لغزة من خلال هذه الهجمات بالنسبة للمكاسب الخالصة للحوثيين ما هي؟ ما الذي تحقق حتى الآن؟ المكاسب الخالصة في الحقيقة ليست قليلة أولا هي إثبات أن هناك قدرات حسكرية في اليمن لا تعتمد على إيران كما يفترض البعض لأنه لا يمكن لدولة أو حتى المجموعة أن تدخل حرب مفتوحة وطويلة بمستويات متعددة أن تفعل ذلك وهي تعتمد على تهريب الأسلحة بنظير المعقول أيضا أن يكون ذلك وهي تعتمد على تهريب الأسلحة ينطبق هذا على حماس على القسام على الجهاد ينطبق هذا أيضا على حزب الله بمعنى أن هناك قدرات عسكرية ذاتية وتصنيع ذاتي وأن هناك استفادة من الحرب طوال الفترة الماضية لتطوير قدرة العسكرية وانا استفادة من داجار كان السؤال كان لابد أن أوضح السؤال بطريقة أطرحه بطريقة أوضح كنت أتحدث عن المكاسب السياسية ولكن أكتفي بهذه الإجابة الآن أعود إليك دكتور عبد الوهاب أنت تشير دائما إلى التشكيك بقدرات الحوثيين وبأن ما يحدث تهويل إعلامي خطابات إعلامية من قبل الحوثيين القدرة على الوصول إلى أماكن بعيدة البحر الأبيض المتوسط لكن أيضا على الجانب المقابل هناك مسؤولون أمريكيون أكدوا قدرة الحوثيين فعلا على شن هجمات تستهدف الأبيض المتوسط السؤال لأستاذ نضال نعم تفضل طبعا أولا يعني يقولون حينما نرى جعجاعة نريد أن نرى الطحين هذا الطحين لم نراه رأينا في استهداف سفينة جارية رومير التي تحمل أسمدة وتحمل مازوت وتؤثر على تلويث البحر الأحمر الذي هو مصدر من مصادر الغذاء ومصدر للعيش على طول الساحل البحر الأحمر غرب اليمن معنى آخر أن الحوثيين يستهدفون سفينة تضرنا ولا تفيدهم في قضية الدعاية الحوثية والدعاية الإيرانية الموت لأمريكا والموت لإسرائيل فلم نرى موتا لا لأمريكي ولا لإسرائيلي رأينا موتا لبحارة من الفلبين ومن الهند يعني بمعنى آخر أن الحوثي يظل يكذب ويكذب ويأتي مثل الأستاذ طالب وغيره ليروج كذباته على مستوى الإعلام يمكن أن يكذب على الداخل اليمني وعلى المواطنين اليمنيين وعلى بعض السدق من اليمنيين ليقاتل الدولة وأنه يريد إنهاء مظلومات اليمنين فأتى بأكبر مظلومية في تاريخ الشعب اليمني لكن حقيقة لا نجد أي تأثير على القضية الفلسطينية أو على ما يحدث الآن في غزة بدليل استمرار الحرب لسبعة أشهر بهذا الدمار الهائل الذي يحدث في غزة وقتل لعشرات الآلاف الآن تعقاوزنا أربعين ألفا من الفلسطينيين بمعنى آخر كان لو يمكن الاستاذ طالب وغيره الذي يعيش في لبنان أن نرى حزب الله بدل جالس الآن سبعة أشهر في مناوشات على خمسة كيلومتر في مزارع شبعة في الكاتيوشا كنا نريد أن نرى هذه القدرات التي يتحدث عنها باستهدافة العمق الإسرائيلي وإذاء العدو الصيوني حتى يتوقف حرب غزة كنا نريد لتلك المسيرات الإيرانية التي أعلنوا سابقا أنهم سيرسلوها إلى إسرائيل أن تصل وأن تؤثر تأثيرا في إسرائيل يستخدمون أدرعهم لتهشيم المنطقة العربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن ولا يخدمون القضية العربية ولا القضية الفلسطينية للأسف الشديد أنه أصبح منطقا مشوها الأمريكان والبريطانيين غير قادين بالقضاء على الحوثيين أو القضاء على قدرات التي تصلهم من إيران في المسألة البريطانية دكتور عبد الوهاب هناك تقارير بريطانية تفيد بأن لندن لم تستطع الحفاظ على مصالحها في البحر الأحمر وهو ما يؤكد بأن الحوثيين قد حققوا إنجاز تفضل أنا قناعتي أن البريطانيين والأمريكيين يريدون استنزاف دول الخليج العربي ومحاصرة مصر وإضعاف قناة السويس لأن الخطر الذي يأتي من تهديد محتمل يجعل السفن تتجه نحو الرجاء الصالح ليس لأن الحوثيين لديهم قدرات الموضوع الخوف من حدوث خطأ من قبل الحوثيين يجعل الأمريكان أو البريطانيين أو التجارة العالمية اليابانية وغيرها يتجهون بعيدا عن قناة السويس مصر الآن تحاصر وفقدت 60% من مدخلاتها من قناة السويس بسبب هذه الحماقات الرعناء من قبل مليشيات انقلابية في اليمن هؤلاء لم يكتفوا بمحاصرة ثلاثة مليون مواطن يمني في تعز الآن يتجهون لمحاصرة الشعب اليمني على طول السواحل اليمنية وآثار اقتصادية مدمرة ومنع تصدير النفط ومنع تصدير الغاز أنت تتعامل مع مجنون في غرفة صغيرة أو الفيل في الغرفة الصغيرة الذي يركض ويذهب ليسرع الآخرين داخل تلك الغرفة الصغيرة هذا هو حالنا داخل اليمن أما الأمريكان والبريطانيين فيستفيدون من بيع صفقات سلاح مهولة جدا وما الاتفاق السعودي الذي تنقب لأسبوعه بـ 18 اتفاقية تجارية واقتصادية مع أمريكا إلا نتيجة أنهم سيذهبون السعوديين والخليجين لاتفاقات مكلفة جدا نتذكر صفقة اليمامة مع بريطانيا ستعود صفقات كبيرة جدا جدا مع البريطانيين والفرنسيين والأمريكان ولهذا هم يستفيدون من مقود هؤلاء الانقلابيين الحمقى الذين يثيرون الحروب ويهددون السلم المحلي والإقليمي خدمة لأمريكا وإسرائيل ولشركات السلاح ولشركات النفط التي تستفيد من كل هذه الأعمال الرعنة لا يمكن أن يصل للحوثين أسلحة أو يقوموا بتصنيع أسلحة والأمريكين غافلين عنها يستهدفون مواقع تم استهدافة لعشرات المرات بيت علي محسن بيت علي عبد الله صالح في الحديدة مطار الحديدة قصر الرئاسة كلها قد شبعنا وملينا منها الحوثين معهم مناطق معروفة ويعرفها اليمنيين ولكن لا تستهدف نعم سيد طالب مع هذا التصعيد والوصول بالهجمات كما أعلن الحوثيون إلى البحر الأبيض المتوسط كانت أستراليا قد وضعت جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب والسؤال ألا يخشى الحوثيون أن تتخذ دول أخرى نفس هذا الإجراء الذي اتخذته أستراليا ويتم تصنيف الحوثيين عالميا منظمة إرهابية نعم قبل ذلك اسمحيلي نعم أيضا يعني قليلا الدكتور عبد الوهاب لا يرى ولا يسمع أو بالأصح لا يريد أن يرى ولا يسمع ولذلك هو يعرض كل شيء يقال يعرض كل شيء كل حقيقة طولا يعرض كل شيء يعني يريد أن فقط نستمع إليه ونكذب تصليحات الأمريكيين تصليحات الأوروبيين تصليحات البريطانيين تصليحات حماس تصليحات الجهة الإسلامية يريدنا أن نكذب الواقع كله وأن نقول أنه أي عبارة عن جأجأ ولا نرى طحيل يعني عندما تتوقف المواند كيف يمكن أن تجيه؟ عندما تتوقف الإيرادات والصادرات الإسرائيلية كيف يمكن أن تجيه؟ عندما يتم الإعلان عن استهداف سكن عسكرية أمريكية وليس تجارية كيف يمكن أن تجيه؟ عندما تقلق سكن في البحر الأحمر كيف يمكن أن تجيه؟ عندما تتوقف الدول التي كانت ترتبط شراكة اقتصادية مهمة جدا مع كيان العدو الإسرائيلي كيف يمكن أن تجيه؟ عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن عمليات البحر الأحمر معقدة لأسباب تتعلق ليس بالقدرات فقط تتعلق بأنه هناك أمان للبحر للصبو التجاري يجب أن يكون قويا ولكن هناك اخترار لهذا التحالف وضرب السبو وبالتالي تتوقف الشركات التي بدأت تستخدم البحر الأحمر عندما وصلت تحالف إليها لفترة قصيرة توقفت على الاستهداد لأنها أدركت أنه التحالف العسكري الأمريكي والأوروبي لا يحمل ثبو مسألت أنه الإضرار بمصر الإضرار بدول الخليج الدول الأوروبية أكبر متضررة من استخدام طريق الرجاع الصالح لأنه هي من تدفع تكلفة يعني تكلفة زيادة الشحن زيادة أسعار الشحن هي من تدفع إذا كانوا لا يريدون أن يستخدم سيد طالب لنحصر الإجابة بشكل أدق هل توقفت الحرب في قطاع غزة هل أوقف الكيان الإسرائي لإحتلاله لهذه المدن وهو الذي يصعد ويهدد يعني خلال الأيام الماضية وباجتياح رفاح وقام بهذه العملية لربما كان السؤال هنا وهذا ما كان يقصده الدكتور عبد الوهاب يا سيدة غضار يا سيدة غضار الدكتور عبد الوهاب والمستمعين الغرض من هذه العملية ليس إيقاف الحرب بشكل عام هي عملية إسناد حتى عملية حزب الله هي عملية إسناد حزب الله دمر الدنيا التحتية العسكرية على الحدود الفلسطينية اللبنانية التي بناها التي بناها كالأدو الإسرائيلي طوال أكثر من ثلاثين عاما فإذا هي عمليات إسناد وليس عملية يعني إذا كانت إذا كان العدو الإسرائيلي قد قلق تماما في غزة فهو حتى الآن نصر على استبرار الحرب فليس هناك هزيمة في غزة حتى نقول أن هذه الأمليات لم تفن لربما سأسألك هذا السؤال سيطالب بما أن الحوثيين لديهم القدرات العسكرية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط إذن لماذا لا يتم ضرب تل أبي مباشرة تضرب مناطق معينة في جنوب الأراضي الفلسطينية سأكتفي بهذه الإجابة دعني أعود لمحور لهذه الحلقة ومحورها فيما يتعلق باستراليا تصنيفها للحوثيين جماعة إرهابية نتيجة لهذا التصعيد وتزامنا معه ألا يخشى الحوثيون الآن أن تتخذ دول أخرى هذا المنحة وهذا الإجراء وبالتالي يجمع العالم على تصنيفكم جماعة إرهابية في الحقيقة ليس هناك خشيا لماذا؟ لأن هذه الدول حتى التي لم تصنف هي تطبق تماما فكرة التعامل مع اليمن ومع أنصار الله كمرضة إرهابية ليس هناك علاقة ليس هناك زبارات ليس هناك اعتراف ليس هناك تجارة متبادلة ليس هناك نشاط سياسي واقتصادي ليس هناك علاقة فإذا كل ما يمكن أن ينفذ بناء على حملية التوصي هو قائم الآن قائم الآن ولو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنف الدول الأوروبية أنصار الله كمنظمة إرهابية لا بعل ذلك ولكن لديهم استراضيجية تتعلق بأنه لا بد في نهاية المطار من الذهاب إلى مفاوضات من أجل إيقاف حرب اليمن ومن أجل حماية السرودية وليس إيقاف حرب اليمن لا يهمهم بل كان واحد من أهداف أن تستمر الحرب بفترة طويلة وأن لا يكون هناك أي فلول سياسية قائمة ولكن في الحقيقة عملية التصنيف ليست قضية وأن تقد أشرت إلى الذهاب إلى مسألة التسوية والعملية السياسية سيد طالب هل تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يؤثر على ورقة المكاسب التي يسعى الحوثيون من خلال هذه الهجمات التحصل عليها خلال هذه التسوية بل الاستسلام من أجل الغروب من فكرة عدم التصنيف هو الذي يؤثر يعني وجدنا أن التصنيف لا يؤثر على المفاوضات السعودية اليمنية لا يؤثر على المفاوضات اليمنية أيضا مع الدول التحالي لأن هذه الدول تاتي إلى عملية المفاوضات ليس بقناعة وإنما هي مضطرة أن تذهب إلى ذلك فإن ستكون مضطرة في حالة أن تكون جماعة صلة مصنف أو لا يعني ستضطر هذه الدول أن تحاول الحوار يفرض ولا يطلب الحوار يفرض على كثير من الدول يعني فشلت الحرب التي تقودها السعودية تضطرت أن تفتح حوار وكذلك الأطراف يفرض هذه النقطة مهمة مسألة أن الحوار يفرض ولا يطلب سيد طالب تفضل بالبقاء معي سأعد إليك للحديث أكثر حولها ولكن هنا أنتقل إليك دكتور عبد الوهاب مسألة تصنيف أستراليا للحوثيين كمنظمة إرهابية كانت الولايات المتحدة قد صنفتهم بذات التصنيف ولا تأثير حقيقي ولا تغير في سلوك الحوثيين أو أدائهم ما الذي يعني ذلك؟ ما قيمة هذا التصنيف إذن؟ الذي يعني ذلك أن الحوثيين كجماعة انقلابية لا يهمها شيء لا يهمها ضرار سواء عليها كجماعة أو على الشعب اليمني طبعا هذه الحرب التي بدأها الحوثي بانقلابه المشؤوم من المتضرر الأكبر منها هو الشعب اليمني هي الدولة اليمنية هي وحدة اليمن هي سيادة اليمن هؤلاء حينما انقلبوا واستولوا على العاصمة صنعاء كانوا في كهوف الآن هم يمتلكون ويثرون ثراء فاحشا قيادات الحوثي بالكابل ولذلك لا يهمهم إذا كان أبناء القبائل يذهبون كمحرقة كبش فداء في هذه المعارك لو الشعب اليمني انطحن من الفقر وأصبح مستويات الفقر أكثر من ثمانين في المن لا يهمهم وبالتالي الدول الكبرى سواء أمريكا أو غيرها تراوح في هذا الموضوع لأنها تعلم أنها تتعامل مع جماعة إرهابية كانت في الكهوف ولا تتعامل مع دولة أما كلام المضحك للأستاذ طالب حينما يقول التبادل التجاري ما الذي تصنعه اليمن حتى تعمل تبادل التجاري مع أمريكا الآن اليمن ما الذي تصدره كان معنا قليل نفط وغاز نصدره بأعمالكم الرعنة وقفتوها هل سنصدر الشمة من صعدة ولا سنصدر مثلا القاتل الهمداني ولا موليذا نصدره أنت قضيت على الاقتصاد اليمنين هرب صغار التجار من اليمن هربت كل الشركات التي كانت موجودة في اليمن توقفت الاستكشافات النفطية ذهبت شركات النفط يعني أنا أستغرب يعيش في الظلام عقليات الإمام يحيا والإمام أحمد الذين يريدون أن يقطرون الشعب اليمني من قديد حينما يأتي مثلا المشاط ويتكلم عن بروميد ميثيل وتأثيره على طفقة الوزن ما يخفهمه عن طفقة الوزن هؤلاء من يحكمون هؤلاء الذين يتحدثون بما لا يعرفون يهرفون بما لا يعرفون ويأتي مثلا الأستاذ طالب من بيروت ليبرر لهم ليقول أثرنا على فلسطين والقضية الفلسطينية يا أخي حزب الله أكبر كذاب أكبر كذاب وأنتم الحوثيين أكبر كذاب لو كان لديكم قدرات كنا شبنا تأثيرا على أرض الميدان أنتم لا تحدثون فرقا أنتم تمكنون إسرائيل من تدمير غزة وأن إسرائيل العرب تكالب عليها ولذلك دول الغرب هي تفهم موجود هذه الميليشيات في اليمن في لبنان في العراق في سوريا دمرت الأوطان العربية وتتح لهم التدخل وتضيح لهم فرض السيادة والاستقرار دكتور عبد الوهاب تحت سيطرة الأمريكان والغرب هل يمكن البناء على حديثك أنه مع تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هناك تصريحات لمسؤولين غربيين وأمريكيين أنه لا بد من الاستمرار في المسار السياسي والتمسك بعملية التفاوض مع الطرفين مع الحكومة الشرعية ومع الحوثيين هل هذا ما نفهمه؟ طبعا يفرض يفرض على اليمن حلول مكتزئة من ترك للحوثي الوصول إلى صنعاء هي الرباعية هي دول الدائمة العضوية لأنها ترى في المليشيات الحوثية الشيعية تقسيم للأمة العربية لأنها تثير أحقاد الماضية لأنها تزعزع الاستقرار في الوطن العربي ولنا في العراق وسوريا أكبر مثال أتولنا بفرقة مذهبية وسلالية ومناطقية وقسموا دول التي وقعت تحت سيطرتهم أو تأثيراتهم ولذلك الإيران يتبجحون أن أربع دول عربية سقطت تحت المحور الفارسي إيران الفارسية لا تقابه أمريكا وإسرائيل بشكل حقيقي وإنما كلها لنا أربعين سنة نسمع كلاما كلاما يريدون أن يسيطروا على منطقة العربية والخليق العربي ولذلك السعودية تضطر الآن للذهاب باتفاقيات بكام بديفيد جديد لأنها تخشى من هذه الأذرع الشيعية الموجودة سواء في المنطقة الشرعية سواء الموجودة في البحرين في العراق في اليمن لأنها تتعامل مع ميليشيات الميليشيات حرب عصابات مفتوحة ولذلك السعودية حتى يعني أخذت خطام الحوثيين وأغرتهم بالأموال وتعمل اتفاقات سرية وقنبت الحكومة الشرعية الأولى للحوثيين لو كانوا جادين بسلام ومصلحة اليمن ومصلحة الأمة العربية وفلسطين أن يجلسوا مع اليمنين هم جماعة القلابية دكتور عبد الوهاب لكن أيضا مسألة مسألة تصنيف الحوثيين دكتور عبد الوهاب البعض يقول تصنيف مجبعة إرهابية البعض يقول بأنه ضغط على المملكة حتى لا تستمر في العملية السياسية قبل مراعاة مصالح القوى الإقليمية حتى يتم إيقاف مسار التسوية الذي كانت تسعى في المملكة أنا أرى أن تأثيرات حرب أوكرانيا وروسيا تأثيرات كبيرة جدا الغرب يريد استمرار تدفق الطاقة من منطقة الخريق العربي ولا يريد زعزع لها لأنهم يعرفون أن المسيرات والصواريخ التي تأتي من العراق أو من سوريا أو من اليمن أممكن تؤثر على مصادر الطاقة التي تشكل 60% من الضفط العالمي وبالتالي فمحاولة أن الزج بنا في سلام منقوص هم يريدون تهديات المشكلة لأنهم استفادوا من وجود الميليشيات الحوثية في اليمن استفادوا من وجود الميليشيات الشعية في العراق قاتلوا النظام البعثي القومي ثم سلموا الإيران ولجماعة تابع الإيران يعني من المستغرب السوريا القومية التي كانت تدعي الأروب اتضحنا نظام نصيري سلمت إلى إيران واليمن نفس الطريقة يعيدون الإمامة إلى اليمن بوجه جديد يسمى عبد الملك الحوثي وولاية الفقه هذا المخاتلة وهذا النفاق الذي يتواجد نتيجة أنهم يستفيدون من نفط الخليج البريكان والبريطانيين والفرنسيين والدول الغرب تستفيد وتريد أن تكون امدادة الطاقة مستمرة ولذلك يقول لك لا نريد قردا ينط من الشجرة على الأرض ويذهب باحتجاه السفن واتجاه امدادة الطاقة والنفط اسكتوا ببعض الأموال واتفاقات سلام مهزوز تفضل دكتور بالبقاء معنا أعود إليك سيد طالب هناك حديث حول مباحثات متقدمة للعمل على اتفاق أمني جديد ما بين السعودية والولايات المتحدة لمواجهة كافة التهديدات الأمنية بعد هذا الاتفاق ستكون قابلية الرياض للمضي في التسوية أقل هل هذا السبب يمكن القول أنه السبب في استمرار الدعوات من جانب الحوثيين دعوات عدة للرياض للعودة إلى طاولة المباحثات أنا أستقر أن الدكتور يكرر ما يقال منذ 45 عام كان يقال بعد الثورة الإسلامية أن هذه الثورة في إيران أنها تهدد الدول الخمسون وبالتالي عليكم أن تبيعوا النفط مجانا وأن تفعلوا كل ما تريد السعودية وأن يتجاهل فكرة أن الاتفاق الأمني القائم بين السعودية وبين المولايات المتحدة الأمريكية المقابل له هو بيع فلسطين بيع ما بقيه من فلسطين بيع القبيلة الفلسطينية التطبيع يعني الأمريكي يربط فكرة وحتى السعودية يربط فكرة الاتفاق الأمريكي السعودي بالتطبيع. والتطبيع أن تتخلى سعودية. وهي لا تدعم فلسطينية. ولكن أن تتخلى أن تضيف إلى التحالف الإسرائيلي. تحالفاً جديداً في مواجهة الجمهورية الإسلامية. فأيضاً العرب الذي يظهر من الدكتور إجابة عم السعودية وعن الإمارة. مقابل أيضاً التحالف الفلسطيني المقاوم ليس الفلسطينية المؤررة. إنما الفلسطيني المقاوم مع الجمهور الإسلامية. ومع محور المقاومة لحماية فلسطين. كان بالأمس هناك اجتماعاً بين حضره إسماعيل هنية. السيد إسماعيل هنية في طارق. مفاذ هذا الاجتماع هو مواجهة الحرب على غزة. استمرار النصر في هذه الحرب. هي حرب مجهودية. وبالتالي مواجهة أيضاً التحالفات التي تقوم بها الولايات التحدة الأمريكية لمحاولة حماية ما بقياً من كيان العدوة بإسرائيل. فكرة أنك تتجاهل اليمن. فكرة تتجاهل اليمن. وأن اليمن هذه لا تصدر شيئاً وليس الدولة موجودة. دعنا نركز على مسألة هذا الاتفاق الأمني. سيد طالب. ونستضرد الحديث فيه أكثر. هذا الاتفاق الأمني هو يضمن للسعودية تأمين حدودها سواء وتأمين نفسها جواً وبراً وبحراً من جهة الجنوب بشكل خاص من الحوثيين. وهذا ما سيجعل كما نص السؤال قابليتها أقل في مسألة التسوية. وبالتالي لن تقدم المزيد من المكاسب وحتى التنازلات للحوثيين. نعم. قابلية السعودية أقل ليس بسبب هذا الاتفاق. قابلية السعودية أقل لأنها تحت الضغط الأمريكي. لأن قرار الحرب والسلم في اليمن هو قرار مباعي. وأعتقد يا سيدة نمار أن مسألة اليمن ومسألة هذا الاتفاق. وأن فشل السعودية في اليمن. ليس القدرات العسكرية اليمنية التي هي أكبر من السعودية. ليس الأكبر من السعودية. فشل التحالف في الحقيقة لم يكن بسبب قصور في السلاح السعودي قصور في القدرات العسكرية السعودية والمدعومة تحت الأمكية الفشل لم يكن كذلك الفشل لم يكن كذلك الفشل أن اليمن واجه هذه المطرسة وهذه الهيمنة بقوة أن اليمن واجه محاولة تختضابه مرة أخرى ويعادته إلى الهيمنة مرة أخرى ويمكن أيضا القول بأن الفشل ناتج عن الضغوط الدولية التي مورست على المملكة وهذا يقودني إلى السؤال وأنت الذي قلت بأن الحوار لا يطلو وإنما يفرض ما الذي بيد الحوثيين الآن عمله لدفع السعودية للاستمرار في العملية السياسية أو حتى المباحثات التي كانت قائمة ما بين الحوثيين والمملكة أعتقد أنه بعد انتهاء الحرب في غنزة وتورط في الحرب في غنزة وستقف في حال من الأحوال الحروب لا تستمر إلا أبدا فإنه سيطلب من السعودية رفع الحصاب إيقاف الحضر الجوي والحضر البرمي إيقاف الحضر البحر عندما لا تستجيب السعودية وربما هذا يطلب منها اليوم بطريقة مواجعة وغير المشكلة عندما لا تستجيب فأعتقد أن السعودية لن تتمكن من استخدام البحر الأحمر لن تتمكن من تصدير نفطها لن تتمكن من حماية موانئها لن تتمكن من حماية قدراتها الابتصادية في السعودية وبالتالي تعود الحرب ولذلك هل السعودية تفكر بالعودة إلى الحرب تفكر بهذا البطء أعتقد أن السعودية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لا يفكرون بالعودة إلى الحرب مرة أخرى وبالتالي سيذهبون إلى سلام بغض النظر سلام قائم على المقايضة كما يقول البعض هو إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب والمضيق قدوم دون تحقيق مكاسب حقيقية أعود إليك دكتور عبد الوهاب لتعلق على هذا الاتفاق الأمني بين واشنطن والرياض والمزمع توقيعه بين الطرفين إلى أي مدى سيؤثر على مسار المباحثات مع الحوثيين برأيك أنا أعتقد أن السعودية غير جادة بإبرام سلام حقيقي في اليمن لأنها لا تنهي المشاكل من قذورها هي تريد لهذا البلد أن يظل كنتونات ومناطق سيطر عليها مليشيات مختلفة تتنازع السلطة والثروة البسيطة الموجودة بمعنى آخر أن الحوثيين يعني التهموا مناطق سيظلون يقاتلون أخوانهم اليمين في المناطق الأخرى بدعاوى أنهم يريدون توحيد اليمن أو القضاء على العدو الصهيون الأمريكي السعودي الذي يصدعون في السنوات الأولى منه ثم ذهبون للمفاوضات ظهران الجنوب الأولى والثانية وغيرها الحوثيين هم ميكافليين بامتياز وبالتالي السعودية تتعامل معهم بنفس العقلية وهي مرتاحة لهذا الوضع مرتاحة أن اليمن يظل بهذه الوضعية المتأزمة وضعية الحرب وضعية اللاسلم اللاحرب وأن هناك مجموعات متشاكسة في البيت اليمني لا يمكن أن تستقر الأوضاع طالما وهناك حروب ومشاكل وقلاق التاريخ اليمني يقول ذلك لكن السيد طالب أشار إلى مسألة أن هناك ضغوط حوثية ستمارس على السعودية هناك حرب اقتصادية المياه الدولية مغلقة وبالتالي ستضطر المملكة للمضي قدما في هذه المباحثات أعتقد أن الحوثيين يخطون خطأ كبيرا لأنهم يظنون أنهم يمسكون اللعبة أو تلايبيب اللعبة تلايبيب اللعبة أنهم أوصلوهم إلى صنعاء وقعلوهم يذهبون نحو عدن لكي تدخل اليمن في حروب داخلية تتوقف وبالتالي هل المجموعات الأخرى الموجودة باليمن يعني هي هواء أو فراق لو كان الأمر كذلك من سحبوا من عدن ومن سحبوا حينما اشتدت الأزمة على الحوثيين في ميناء الحديدة ومدينة الحديدة تدخلت مريطانيا بقوة وتمت إبرام اتفاقية ستوكولم التي خدمت الحوثيين بمعنى أن هناك مشروع دولي يريد الحوثي ولغيره أن يبقى في المنطقة لكي يبتز المنطقة العربية السعودية تنبهت لذلك وذهبت باتفاقات مع إيران في الصين ودخلت مجموعة البريكس وتحاول أن تطور نفسها اقتصاديا ستجعل الحوثيين يظلون مثل الغريق الذي يتعلق بقشة وينتظر قطرات الماء لأنه ينازع الموت تعطي للشرعية قليل من ما يقوم بأودها تعطي للانتقال الإمارات وتسلخ محافظات بين أرخبيل سقطرة أو محافظة المهرة وأخواننا القادمون من صعدة لا يفكرون إلا في سيطرة الحق لأهل البيت وخولان بني عامر هذه الإشكالية حينما يتنازع اليمنين السلطة والثروة سندخل في حروب شطرية وحرب 94 ثم حروب صعدة ثم حرب التي سميت معاصمة الحزم وعودة الأمل دكتور عبدالوهاب أنتقد أشرت إلى شرعية بالنظر إلى كل هذه التطورات تبدو شرعية خارج كل هذه السياقات أين هي إذن؟ هي أسوأ ما في الأمر أن الشرعية ضعيفة وضعيفة جدا لأنها مرتهنة لقوة متعددة الشرعية لم تستطع أن تحزم أمرها حول مشروع واحد لمجابة مليشيات إيران الفارسية في اليمن ولذلك استطاع الحوثين من خلال نظام فرق تسد أن يسيطروا على تلك المناطق ذات الكثافة السكانية ما زال لدينا في الشرعية من يريد انفصال بجنوب الوطن ويجعل له مشروعا انفصاليا قرويا مناطقيا مسيطر عليهم المديريات في يافع وردفان لذلك نجد أن أخواننا في حضرموت يريدون الانفصال في حضرموت والمهرة أصحاب سقطرة يريدون أن يكونوا تابعين للإمارات هذه المشاريع الصغيرة سواء كانت مشاريع سلالية مذهبية طائفة بولاية فقية التي أتابها الحوثي أو مشاريع المناطقية القروية التي يريدون مجموعة الانتقالي وغيره أن يستمروا فيها حتى يسلخوا أجزاء من اليمن لن تستقر اليمن إذا لم نتوحد حول مشروع الدولة والجمهورية والتعددية السياسية والمواطنة المتساوية سواء كان الحوثي أو الانتقالي أو حضرمي أو تعزي نريد مواطنة متساوية تعددية سياسية الجميع يشارك في الحكم وتوزيع الثروة والسلطة دون ذلك نكتفي بهذا القدر وفي حروب مستمرة لعشرات السنين أشكرك جزيل أشكر من تعز الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب العوز شكرا لك وأيضا أشكر ضيفي من بيروت الصحفي طالب الحسني أستاذ طالب شكرا جزيلا لك أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر